قال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمنية للإصلاح في تعز أحمد عثمان بأن استهداف موظفي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بالاغتيالات عمل حقير يستهدف تعز والحياة والمجتمع والسلطة وكافة الأجهزة العاملة الأمنية والعسكرية والمدنية وأوضح عثمان في تصريح للصحوانت أن محافظة تعز التي تواجه حصارا وحربا مستمرة استطاعت أن تثبت جدارتها وأن ترسخ الأمن وقيم الدولة خلافا للحملات الإعلامية التي تسعى لتشويهها وأشار عثمان إلى أنه لم يأتي اختيار تعز لتجربة نموذج الانتقال من المساعدة إلى التنمية والاستقرار من فراغ وهذا النوع من الاغتيالات يستهدف هذه المكاسب في تعز وأكد عثمان أن توقيت الجريمة يقدم خدمة للأطراف المنزعجة من استقرار تعز وإظهارها كنموذج وفي مقدمة تلك الأطراف جماعة الحوثي التي تخاصم تعز وتقصفها منذ ثمان سنوات وتقود الحرب عليها من كل الاتجاهات